بنتناول فيها شرح مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية سكرتاريا الفرنجي أو السكرتاريا البراكتس اتكلمنا عليها طبعا قبل كده والطلبة اللي امتابعيننا عارفين أهمية المادة وعارفين أهمية الحلقات بتاعتنا طبعا احنا انتهينا من امتحانات الشهر الأول اللي هو شهر مارس من الترم التاني وإحنا طبعا عارفين كده بيتبقى لينا شهرين حسب تعليمات السيد الوزير وتعليمات الأستاذ نائب رئيس نائب الوزير لشؤون التعليم الفني طبعا كده بيتبقى لينا شهر إبريل اللي هو شهر أربعة وشهر مايو اللي هو شهر خمسة طبعا هنمتحن في المنهج الخاص بالشهر فقط يعني احنا كده الشهر اللي جاي بأمر الله اللي هو الشهر إبريل اللي هنمتحنه اللي هنمتحن القادم هيتضمن على موضوعات شهر إبريل فقط يبقى اللي دراسناه في شهر مارس كده خلاص احنا مش هنمتحن فيه في شهر إبريل وبالتالي لازم نركز كويس طبعا احنا للأسف مخصص لنا حلقة واحدة فقط في ظل الضغط اللي موجود على القناة لتغطية جميع التخصصات وجميع المواد الدراسية لكل التخصصات الفنية وبالتالي عايزين نجتهد شوية النهاردة عشان نخلص المنهج الخاص بالشهر بالكامل نركز كويس عشان هنتناول موضوعات الشهر بالكامل في الحلقة أجيب أمر الله نركز فيها كويس طبعا بنهني الجميع بشهر رمضان المبارك وفيه وصية بسيطة كده عايزين نقول عليها النصيحة بسيطة مش عايزين الصيام يكسلنا عن المذاكرة بالعكس المفروض وأنا صايم يبقى تركيزي أعلى يبقى أنا خلاص مفيش بقى أكله مفيش حاجة شغلة بالي لكن مركز جدا في المذاكرة وطبعا معدلات التحصيل بتبقى أكتر وبتبقى أعلى في وقت الصيام الحلقة الماضية نتذكر اتكلمنا عن أول وسيلة من وسائل استداد النقدي اللي كانت الكاش ريسيت أو الإيصال تمام؟ عدفنا أن الإيصال وسيلة من وسائل استداد النقدي أو الكاش بايمنت وطبعا كده المفروض أن أنا هبدأ فيه الوسيلة التانية من وسائل استداد النقدي اللي هي الوسيلة التانية من وسائل استداد النقدي اللي هي الشيكات طبعا مرتبط معايا كلمة شيك بإيه يا شباب؟ بالبنك دايما أنا ما كنت أسأل حد يعني إيه شيك يقول لي يعني بنك ما كنا بنتكلم في مادة المحاسبة دايما كنت بترجم كلمة شيك لحساب البنك كويس كده طيب فعلا الشيك ارتباط وصيق ما بين الشيكات وما بين البنوك ليه؟ لان الشيك هي مستند كتابي ورقة مكتوبة باخدها من شخص بما يثبت سداده للدين المستحق عليه بالشيك فبتجه للبنك عشان اصرف منه الشيك اذا مكان صرف الشيكات هي البنوك يبقى النهاردة هنتكلم عن الشيكات بالتفصيل الوسيلة التانية من وسائل السداد النقدي هي الشيكات تعالوا نشوف الشيكات بالتفصيل ونعرف انواع الشيكات اول حاجة طبعا الوسيلة التانية من وسائل السداد النقدي the chic اللي هي الشيكات اول معلومة بنتناولها بيقول لي there are two types of chic يعني عندي نوعين من الشيكات نوعين من الشيكات النوع الاول نمبر ون personal chic personal يعني شخصي يبقى ده الشيك الشخصي تمام كده ها الشيك الشخصي او الشيك الاسمي نبص عليه كده is a chic from a client chic book يعني ايه التعريف بتاعه بيقول ان الشيك الاولان النوع الاول personal chic هو الشيك من دفتر شيكات العميل اذا في عميل بيمتلك حساب جاري في بنك ومعاه دفتر شيكات فعشان يسد الدين اللي عليه بيكتب شيك للمستفيد وبيدي له المبلغ المستحق بشيك يصرفه من حساب العميل بالبنك ده النوع الاول او personal chic number two النوع التاني bank chic bank chic اللي هو الشيك المصرفي الشيك المصرفي بيقول لي is a chic from the bank chic book اذا هنا مفيش عميل هو خاص بالبنك وهنعرف الاختلاف ما بينهم حالا يبقى بداية انا عندي نوعين من الشيكات there are two types of sheiks personal chic number one وده في كلين في عميل والنوع التاني bank chic النوع التاني هو شيك طبعا مصرفي نبدأ بالنوع الاول personal chic التعريف بتاع ال personal chic طبعا الابرفييشن او الاختصار بتاع كلمة chic c h q اختصار لكلمة chic بالكامل والابرفييشن موجود قدامي بين قصين اهو شان احنا عارفين في سؤال مهم خاص بالابرفييشنز او بالاختصارات ايه هو التعريف بتاع ال personal chic نبص عليه بالتفصيل it is printed form printed يعني هي ورقة مبوعة مسبقا موجودة طبعا في دفتر الشيكات signed by يحررها مين اللي بيمجي على الشيك يا طرى the drawer مين هو drawer drawer اللي هو الساحب نخلي بالنا ادي الطرف الاول من اطراف الشيكات to the order of the pay ها لامر مين الشيك اللي بيكتبه الساحب لامر المستفيد مستفيد اللي هيقبض الفلوس وهنعرف الاطراف حالا بعد لحظات who receives the amount هو بيستلم المبلغ from the drawer bank بيحصل المبلغ او بيستلم المبلغ من بنك الشخص الساحب طبعا هو دراوي هو المكان اللي بيتصرف منه الشيك وده الطرف التالت من اطراف الشيكات يبقى الشيك هو printed form signed by the drawer to the order of the pay who receives the amount from the drawer bank نبدأ بالاطراف بتاعة الشيكات part is of the sheik مين هما اطراف الشيك؟ نبص للطرف الاول من الشيك طرف الاول هو الدراور مين هو الدراور؟ بنقصين كده ها؟ بيقول ان الدراور هو الباير اذا هو المشتري كلمة دراور ترجمتها الساحب والساحب هو نفسه المشتري اذا الساحب هو الطرف الاول من اطراف الشيك نبص على الساحب مين يطر الساحب هو الشخص اللي بيقوم بكتابة الشيك وبيقوم كمان بالتوقيع علي لازم الشخص ده يكون لي حساب جاري في البنك المسحوب علي يبقى الطرف الاول من اطراف الشيكات هو الساحب او الباير هو شخص لي حساب جاري في البنك وبيكتب الشيك من دفتر الشيكات الخاص به وبيبدأ ان هو يوقع كمان على الشيك بما يفيد سداده للدين المستحق عليه نشوف الطرف التاني من اطراف الشيك مين هو الدروي هو بنك دايما دروي بنك اه اه يا شباب هناخد بالنا من الملحوظة دي بعد شوية هو البنك اللي بيقوم بسداد المبلغ المستحق بتاع الشيك بتاعي يبقى الطرف الاول دروي ده اللي بيكتب الشيك الطرف التاني دروي ده دايما بنك نربط في دماغنا دايما الكلمتين ببعض دروي ابانك دروي ابانك على طول دروي دايما بيبقى بنك وهو اللي بيدفع قيمة الشيك طرف التالت والاخير البايي اللي هو السيلر السيلر هو الشخص يعني بيستلم هو الشخص اللي بيقوم بتحصيل او باستلام اللي بيقوم باستلام قيمة الشيك يبقى ندلوقات السيلر والباير اصبحوا اطراف مختلفة شوية كمسميات في الشيك السيلر والباير ها ما ننساش السيلر هو نفسه البايي المستفيد اللي هيقبض الفلوس والباير هو نفسه الدروي او اللي بيكتب الشيك لحزتين هنعرف الاطراف بتوعنا كده ونبص على الجزء ده يبقى خلاصة الكلام انا عندي اطراف الشيك تلات اطراف تلات اطراف منهم الباقع بتاعي اللي باقع بضاعة وليه فلوس والمشتري بتاعي اللي اشترى بضاعة وعليه مبلغ معين ودين وعايز يسده والطرف الوسيط هو المكان اللي بصرف منه الشيك وده دايما بنك عندي كم شخص يا شباب شخصيا الباقع والمشتري وبنك واحد فقط في الشيك العادي او البرسونال شيك يبقى البرسونال شيك او الشيك العادي في تلات اطراف الباقع والمشتري والبنك المسحوب عليه الباقع هو مين هو الباي او المستفيد اللي هيقبض الفلوس ومين هو المشتري او الباير هو الدرور او الشخص اللي هيكتب الشيك يبقى المشتري ليه حساب في البنك هيكتب شيك هيديه للباقع هيبدأ الباقة يتوجه للبنك لصرف الشيك وكده هو خد المبلغ المستحق بتاعه طبعا بعد ما نشوف بعد شوية هنشوف بعد ما نتناول الشيك بالشكل والتفصيل واللي يقود بتاعه الموضل اوب شيك هنبدأ نشوف فيه اسباب معينة بتلجأ ليها البنوك لرفض الشيكات اذا ممكن الشيك بعد ما توجه به للبنك يتم رفضه وهنعرف بعد شوية ايه هي اسباب اللي بتخلي البنك يرفض صرف الشيك نبدأ نبص على model of شيك ده الشكل الاساسي لبيانات الشيك بتاعي نبص عليه كده بالتفصيل اول حاجة بنحط bank's name في اقصى اليسار كده في اول الشيك بكتب اسم البنك branch اللي هو الفرع بتاعي يبقى انا عندي اسم البنك واسم الفرع طبعا البنوك لها فروع متعددة ما ينفعش اكتب اسم البنك فقط ولازم حط اسم الفرع كمان بعد كده اصادها مباشرة بحط الشيك number رقم الشيك date التاريخ account number ده رقم حساب العاميل اللي هيكتب الشيك في البنك رقم الحساب ننزل بعد شوية مكتوب في الوسط كده باللون الاورنج ده مكتوب كلمة شيك يبقى هو بيقول لي ان اللي جاي ده هو شيك نبدأ بالكلام السابت pay two pay two كلمة سابتة مطبوعة اساسا في الشيك وجنبها فراغ احط فيه مين يا شباب احط فيه اسم الباي اللي هو مين اللي هو المستفيد طب اللي هو مين تاني اللي هو السيلر ايوة تمام كلمة or order يعني يا مستر or order or order او لأمره استنى استنى يعني ممكن البائع ده مايروحش بنفسه يصرف الشيك ويدي لحد تاني يصرفه بالنيابة عنه ايوة وهنعرف الكلام ده حالا بعد كده مكتوب the sum of ودي برضو كلمة مطبوعة في الشيك وبعدها مكتوب some in words المبلغ بتاعي بالحروف تفقيطة المبلغ اللي اتكلمنا عليها قبل كده وهنا في المربع الموجود في اقصى اليمين مكتوب e g b ومكتوب جنبيها طبعا المبلغ او some in figures some in figures المبلغ بالارقام وهنا المبلغ تفقيطة المبلغ بالحروف هننهي الشيك بتاعي بايه هننهي الشيك بايه sign nature of drawers sign nature of drawers هو توقيع الساحب مين هو الساحب الساحب هو المشتر ده الشكل الاساسي ليه الشيك اللي انا بكلم عليه في وسيلة السداد النقدي الثانية بعد الايصال نبص للاكزامبل بتاعي السؤال بيقول لي you have the following data لديك البيانات الاتية درور امر علي اسم الشخص الساحب اللي هو الباير تمام تن سرور ستريت كايرو ده طبعا العنوان بتاعه وان كنت مش هستخدم العنوان ومش هحتاج للعنوان جوه الشيك لان ما فيه الشيك بيبقى مكتوب فيه عنوان الشيك بيبقى فيه البيانات السابق عرضها في النموذج الخاص بالشيك فقط دروي دروي اللي هو المسحوب علي مسحوب علي دايما هلاقيه بانك دايما هلاقي المسحوب عليه بانك ما ينفع شلاء المسحوب عليه اي جهة غير البانك لان الجهة المنوض بها صار في الشيكات فقط هي البنوك دروي مصر بانك ده اسم البانك بعده على طول هلاقي الفرع فرع الفجالة تمام كده يبقى دول اول طرفين دروي طرف التالت هو البايي او المستفيد المستفيد اللي هو السيلر مكتوب اسم السيلر ابض الله محمد اسمه ها وان الحدايك ستريت جيزة برضو العنوان بتاع الاشخاص في تمرين الشيك مش هيتم استخدامه لان الشيك طبعا ما فيهوش اي بيانات غير الاسماء فقط نبص بعد كده للسام السام واضح منه من غير ما اقولك هو ايه هو المبلغ المبلغ بتاعي سام اجيبشيان باوند 4000 اجيبشيان باوند ده طبعا مبلغ الشيك اللي هنكتبه مرتين مرة ان فيجرز بالاركام ومرة ان ووردز مرة كمان بي الحروف الديت طبعا ده التاريخ اللي كتب فيه الشيك طبعا 5 ابريل 5-4-20-21 ريكوارد عايز مني عايز مني عايز مني الشيك نبدأ ان اتذكر بس البيانات يا شباب بسرعة عشان اما اتكلم عن الشيك يبقى الموضوع بالنسبة لي بسيط نبص بسرعة على البيانات دروور اومر قلي دروي مصر بنك فرع الفجالة الباي ابدالله محمد طبعا المبلغ بتاعي السام 4000 اجيبشيان باوند والتاريخ او الديت 5-4-20-21 نبدأ نبص على الشيك بتاعنا زي ما خدنا في اللي ايوت بتاع الشيك اما خدنا في الموضل of chic شكل الشيك عرفنا ان ببدأ باسم البنك والفرع اول حاجة هابدأ بيها هي اسم البنك بتاعي والفرع فين البنك اهو مصر بنك البنك بتاعي مصر بنك فرع ايه فرع الفجالة مصر بنك فرع الفجالة ادي اسم البنك وتحتيه على طول مباشرة بلاقي الفرع استاذه بلاقي الديت الديت اللي هو التاريخ وهو تاريخ وحيد. في التمرين ما عندش غيره مش احطارة. هو تاريخ واحد فقط. يوم خمسة اربعة سنة عشرين واحد وعشرين. الشيك نمبر والاكاونت نمبر بيبقوا موجودين في اه النموذج اللي بيجيلي اه في ورقة الامتحان. ولو ما لقيتش رقم الشيك ورقم الحساب بتاع العميل. هلاقيهم موجودين في المطلوب بتاعي في التمرين. في الوسطة بلاقي مكتوب كلمة shik سابتة. الكلام اللي مكتوب باللي باللون زي كلمة pay two. زي كلمة the sum of زي كلمة deed. زي كلمة شيك number. زي كلمة account number? زي كلمة شيك. الكلام ده كله هلاقيه مكتوب في الفورم. هيجيلي مع كده او شكل لشيك. مطبوع وبالتالي hours بكمل بيانات الشيك فقط. يبقى كلمة pay two هتجيجي مكتوبة. نفتكر في الشكل بتاع الشيك كلمة كنت بحط بعديها ايه كنت بحط بعديها اسم المستفيد مين هو المستفيد المستفيد هو البائع جميل التمرين كان فيه او المستفيد عبدالله محمد كلمة هلاقيها موجودة مكتوبة في الشيك فيه ملحوظة بسيطة جدا 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 للي بيركز وعايز يبقى متفوق وبيحل بطريقة جيدة شايفين كلمة باي ها نبصلها كويس نرجع لحظتين كده للتمرين نلاقي كلمة باي ايوا 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 تمام يبقى كلمة باي ابدالله محمد هو ده اول تلت حروف كلمة باي وهنا في اللي اوت الشكل بتاعي برضو اول تلت حروف كلمة باي اه يبقى الباي البي اي او الباي ي اللي هو الشخص المستفيد بعد كده بنفقط المبلغ يا شباب ده الصم اف صم بتاعي اول مبلغ كام اساسا فور ثاوزند ايجيبشيان باوند فور ثاوزند ايجيبشيان باوند الرقم زي ما احنا شايفين مكتوب في الشيك مرتين مرة بالارقام ومرة بالحروف مرة بالارقام ومرة بالحروف وبعد كده بلاقي ايه في نهاية الشيك؟ اللي هو توقيع الساحب مين هو الساحب؟ الساحب هو المشتري كان في التمرين الدرور كان عمر ألي نخلي بالنا من الشيك ونبص كده لحظة عشان نفهم الشيك متسلسل في الاشخاص اللي موجودين فيه بأنهي ترتيب عمر علي الشخص اللي ماضى تحت ده علي فلوس لمين؟ لابد الله محمد للشخص التاني اللي هو المستفيد فكتب له الشيك ده عشان يصرفه من بنك مصر فرع الفجالة كيمة الشيك ده اربعة الاف جنيه والشيك ده كتب يوم خمسة اربعة الفين واحد وعشرين يبقى ده كده الشيك بتاعي بالتفصيل وكده عرفنا الشيك هبدأ ان انا احط البيانات ازاي جوه الشيك بتاعي نبدأ نبص على حاجة مهمة جدا 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 اسمها اندورسمنت اندورسمنت يعني التظهير يعني يا مستر التظهير التظهير هو ان انا اجيب ظهر الشيك ووقع عليه لشخص تاني يقبض الفلوس بالنيابة عني يعني ايه الكلام ده يعني انا ممكن بعد ما اخد الشيك من الشخص اللي انا ليه عنده فلوس بعد ما اخد منه الشيك ممكن انا حول الشيك ده وانقل ملكياته لشخص تاني بالزبط كده كمام كده في التمرين الماضي كان مين الشخصين عبد الله محمد عبد الله محمد كان المستفيد وابض فلوس مين اللي كتب الشيك عمر علي وده اللي كتب الشيك وكان عليه دين ودفعه. يا طرق انا لو ليا فلوس عند عبدالله محمد. ممكن بدل ما يديني الفلوس دي ان كاش يدهون نيكاش ممكن يديني الشيك اللي معاه اباربع تلاف جنيه. يبقى المثال البسيط اللي اه قولناه او تناولناه دلوقتي بيقول ايه? عمر علي عليه فلوس. كتب شيك ودال عبدالله محمد. وده كان بيانات التمرين الماضي. انا بقى ليا عند عبدالله محمد اربع تلاف جنيه. يا عبدالله جيني فلوسي. قل لي معايش فلوس. قلت له تب ديني الشيك اللي انت لسه واخده. ينفع اخد منه الشيك. تمو الشيك مكتوب عليه عبدالله محمد. اه. بس عبدالله محمد من حقه يظهر الشيك وينقل ملكيته لشخص تاني. ده بيتم ازاي? هيجيب الشيك. يجيب ظهر الشيك ويمضي عليه باسمي انا. كده في تظهير الشيك بيتم تبديل ملكية الشيك. من المستفيد الاول للمستفيد التاني للشخص اللي هيقبض الفلوس. كواس كده? يبقى كده مين اللي من حقه يروح البنك يصرف الشيك? الشيك اصبح معايا مملوك لي. ومن حق ايه اصرفه من البنك بالمبلغ المستحق? البنك هيبص على وجه الشيك? هيلاقي عبدالله محمد? طب هيسألني فين عبدالله محمد? اولا ما قلب له الشيك? هيلاقي عبدالله محمد ماضي على الشيك انه قام بتحويل ملكية الشيك لي انا? فهيصرف للشيك بدون مشاكل. كده احنا فهمنا ايه هو التزهير? يبقى التزهير هو تحويل ملكية الشيك من المالك الاصلي لمالك جديد. طبعا سدادا لدين مستحق عليه. يبقى انا ممكن بدل مدفع لواحد فلوس كاش لو معايا الشيك واخده من اي شخص سدادا لمبلغ مستحق لي عنده ممكن انقل ملكية وديه للمستفيد الجديد يصرف الفلوس بالنيابة عنه. نبدأ ان نبص على الاندورسمنت. الاندورسمنت مينز ترانسفير ذا اونرشيب اوف ذا شيك فوروم ذا بايي تو اناذر. لا تعالى بقى بالتفصيل مينز ترانسفير ذا اونرشيب اوف ذا شيك. هو تحويل ملكية الشيك. من مين? ها? من المالك الاصلي فروم ذا بايي من المستفيد تو ذا اناذر. تو ذا اناذر. اه طبعا اه شيك او اناذر بايي. اصبح عندي اتنين مستفيدين. مستفيد اصلي مكتوب اسمه على وجه الشيك. ومستفيد اه طبعا اه جديد. اه هو ده الشخص اللي هيبقى من حقه تحصيل قيمة الشيك في اه اه البنك وقت ما يقدم الشيك اللي تم تظهيره. هنبدأ بعد كده نبص على المعلومة الجديدة. ذا بايي ساينز his name on the back of the شيك. الكلام ده يعني ايه? يعني المستفيد اللي مكتوب اسمه بعد كلمة بايي تو في الشيك ساينز his name. بيقوم بتوقيع. بيقوم بتوقيع اسمه. on the back of the شيك على ظهر الشيك. جيب ظهر الشيك ويمجي عليه. وطبعا بالتاريخ اللي قام فيه بتظهير الشيك. يعني لو تم تظهير الشيك انا محتاج تاريخين. تاريخ السحب اللي كتب فيه الشيك. وتاريخ التظهير اللي تم فيه تحويل ملكية الشيك للمالك الجديد. نبدأ نبص على الملحظتين دول. ايه هي الملحوظة الاولى? the endorser. المظهر. is the original payee. ايوه? ال endorser مين هو? ال endorser هو المظهر. هو الشخص اللي كان مكتوب جنبي جنب كلمة pay too. هو ال payee الاصلي. is the original payee. هو المستفيد الاصلي. طب مين هو ال endorser? ها? اندرسي اللي هو المستفيد الجديد. is the new payee. في المثال اللي قلناه من شوية. مين هو ال endorser? ال endorser اللي قلناه مثال بسيط بالتلت اشخاص. كان عبدالله محمد. ده كان هو المستفيد الاصلي وهو ده ال endorser او المظهر. وانا كنت the endorser اللي هو ا endorser اللي هو المستفيد الجديد. is the new payee او المظهر ايلي. اصبح اطراف الشيك اللي تم تظهيره في شخص اضافي. طبعا تم اه 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 وجوده في التمرين هو ال endorser اللي هو اه المظهر ايلي. هنبدأ نتناول التمرين عشان نشوف البيانات الاساسية للشيك اللي تم تظهيره. you have the following data. لديك المعلومات والبيانات الاتية. دروار. من هو دروار? تامر يوسف اسمه 20 نهية ستريت جيزة عنوانه دروي. مين? ايوه 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 ايوه. دايما دروي بيكون بانك. دايما دروي بيكون بانك. دروي ده اسم البانك. وكمان الفرع. بي اي او المستفيد هو ايمن محمد. ده طبعا المستفيد. وكالعادة عنوان وان امرا مية ستريت جيزة. وانا مش اتناول العنوان. سم المبلغ. ايت ثاوزند ايجيبشيام باوند. ديت. توينتي ايت ثري. توينتي توينتي وم. ريكويرد. عايز مني ايه? زاشيك. حاضر. اه. طالب مني كمان اندورسمنت. زاشيك. تو. حسام. حسني. اون. ثارتي. ثري. توينتي. توينتي. وان. ازا انا مش مطلوب مني فقط الشيك. انا مطلوب من الشيك. وكمان تظهير الشيك. حاضر. تعالى نراجع بسرعة البيانات الاساسية. يلا. ها? نبص على الدرور. نبص على الدروي. نبص على البي. نبص على ليم كويس? ها? عرفناهم خلاص? طيب. نفتكر كده. البيانات عشان نحل التمرين ببساطة. المبلغ. الديت التاريخ. وطبعا تعالوا نشوف الشيك. طبعا شيك عادي مفهوش اي كلام. اسم البانك والفرع في بداية الشيك. لا اقصى اليسار. كايرو. بانك. اسم البانك. اورابي. فرع. ديت. انهي ديت. الديت اللي كان موجود في التمرين. ما لكش اي علاقة بالديت. او التاريخ اللي كان منجوه كان بالاندورسمنت. جنب الاندورسمنت كان فيه تاريخ جديد. ما لكش دعوة به. وعظفك دلوقتي لو اطلق بط بين التاريخين تعمل ايه? الديت. طبعا تونتي ات سري اه تونتي تونتي وان. كالعادة رقم الشيك ورقم الحساب موجودين مسبقا في الفورم او في اللي اوت اللي هيدهوني بتاع الشيك. باي تو متزللها باللون الاورنج تبقى كلمة سابتة. خلاص حفظنا. ايمن محمد ده البي يي اللي كان المستفيد في التمرين. ايوا. خلي بالك بقى. كلمة اور اوردر دي. دي. هي اللي تلحق لايمن ده انه يقوم بتظهير الشيك. ازا الشيك اللي مكتوب فيه كلمة اور اوردر من حق المستفيد الاصلي يقوم بتظهير الشيك لاي شخص اخر. اتفقنا? كويس جدا. نبدأ بعد كده المبلغ بتاعي. ايت تاوزند ايجيبشيان باوند. ده المبلغ بتاعي. نفقته? نفقته يا مستر. ايت تاوزند ايجيبشيان باوند. تمام? كويس جدا. ايه اللي في الاخر? ايوا ايوا. توقيع الساحب تامر يوسف. كده تامر يوسف علاقته بالشيك انتهت. علاقة تامر يوسف بالشيك انتهت. اصبحت الملكية لايمن محمد. ايمن عايز يقوم بتظهير الشيك. والكلمة دي قدت له الحق في تظهير الشيك. طيب استنى كده. مين اللي انا هقوم بتظهير الشيك ليه? حسام حسني. ظهرته له يوم كام? تلاتين تلاتة. طيب استنى يا مستر. هو الشيك الكتب يوم كام? تمانية وعشرين. نخلي بالنا يا شباب. لازم تاريخ كتابة الشيك اللي هو ده. يكون سابق. يكون قبل تاريخ التظهير. يبقى انا اطمن ان انا ماشي صح. طب عندي تاريخين في التمرين. يوم تمانية وعشرين ويوم تلاتين. احط مين في بداية الشيك? حط التاريخ الاقل. حط التاريخ الصغير. تمانية وعشرين ولا تلاتين? لا يبقى نحط تمانية وعشرين. ليه? لان مستحيل الشيك هيتم تظهيره قبل ما يكتب. ازاي ينقل ملكية شيك قبل ما ياخده اساسا ويبقى مملوك ليه? يبقى الشيك بيتم تحريره الاول وبعد كده بيتم تظهيره. دي معلومة مهمة جدا نخلي بلنا منها. مين اللي من حقه يظهر الشيك يا شباب? ايوة 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 ايمن محمد هو اللي من حقه يظهر الشيك. هيظهره المين? قلنا لهسام هسني وكان يوم تلاتين تلاتة. ايمن لازم يوقع على ذا اندورسمنت. الاندورسمنت دا بيبقى فين يا شباب? بيبقى على ضهر الشيك. يبقى نجيب الشيك السابق وضهره كده. ولا ايه? مكتوب هنا باي تو ادفعه لامر. حسام حسني دا الاندورسي. ازا هو برضو حسام من حقه كمان يقوم بنقل ملكية الشيك. مين اللي مضى? ايمن مهمد. وده طبعا كتب تاريخ التزهير يوم تلاتين تلاتة عشرين واحد وعشرين. يبقى انا بعمل التزهير بعد ما بعمل الشيك الاصلي. ادي الشيك الاصلي لو في تزهير هلاقي الشخص اللي اسمه بعد كلمة باي تو هو ده اهو ايمن مهمد هو ده اللي مضى هنا عند تزهير الشيك وكتب تاريخ التزهير. ده التاريخ الكبير يوم تلاتين تلاتة عشرين واحد وعشرين. كده عرفنا ان فيه شيك عادي وفيه شيك تم تظهيره مسبقا. نجي نبص بقى على حالة خاصة من حالات الشيكات. يعني يا مستر هو الشيك اللي تم رفضه. شيك تم رفضه? يعني ايه شيك تم رفضه? يعني شيك المستفيد توجه به للبنك عشان يصرفه والبنك رفض صرف الشيك. يا طرى ليه البنك يرفض صرف الشيك? ها? ايه الاسباب اللي تخلي البنك يرفض الشيك? انا معايا شيك واخده رايح اصرفه من البنك. البنك اداني رفض على الشيك. قال الشيك ده مرفوض. يا طرى ايه الاسباب اللي تخلي البنك يرفض الشيك بتاعي. ها? ده فيه اسباب كتير جدا. تخلي البنك يرفض صرف الشيك. تمام? يلا نبص عليهم بالتفصيل. اسباب رفض البنك لصرف الشيكات. نتفضل? ها? بيقول لي بانك البنك ممكن يكون برفض صرف الشيك للاسباب الاتية. نمبر ايه الاسباب بتاعها ان اف. يعني لا يوجد رصيد. يعني ممكن الشخص اللي كتاب للشيك. يكون ما عندوش رصيد. يعمل ايه البنك? هيجيب منين البنك فلوس عشان يديني الفلوس بتاعتي? هيرفض الشيك ومشي يديني فلوسي. نمبر تو نخلي بالنا من الكلمة الاولانية عشان نمطقة كويس. يعني ايه? يعني رصيد غير كافي. طبا مستر ما هي اللي فوق كان ايه? اه اه استنى. رقم واحد ما كانش فيه رصيد من الاساس. لا ولا كتير. رقم تو انسوفيشينت فوند. يعني الرصيد غير كافي. اي اف بتاعها ده رقم اتنين في اسباب رفض الشيك. نمبر ثري. ذا شيك از ام ديتد. يعني التاريخ معلهوش مش موجود التاريخ على الشيك. يبقى التاريخ اللي بدون اه موجود بدون اه تاريخ الشيك اللي موجود بدون تاريخ يتم رفضه. شيك بدون تاريخ يتم رفضه. نخلي بالنا عشان بعد كده في المستقبل لما نتعامل مع الشيكات نبقى فاهمين شيكات تترفض ليه? نمبر فور. الشيك بدون توقيع. طب انا اصرف لك فلوسك منين? طب انت قدتني شيك بخمس تلاف جنيه معلوش توقيع. انا اخد من رصيد مين عشان اديه لك. لازم يكون فيه سينيتشر او توقيع على الشيك. نمبر فايف. اختلاف توقيع العميل اللي موجود على الشيك عن توقيع العميل اللي موجود فيه نموذج توقيع العميل. يبقى البنك بيحتفظ بنموذج التوقيع للعميل عنده. عشان اي ورقة معتمدة من قبل العميل يراجع توقيع العميل في السينيتشر كارد. ولو لقى موجود متطابق بيصرف الشيك. لو لقى فيه ديفرنس او ديفرز ده بالتالي هيقوم برفض الشيك. نمبر سيكس. تمام كده? طيب يبقى كده بالتالي. اه رقم ستة. يبقى برضو هنا عندي. الساحب لم يقوم بتوقيع العميل بعد الالغاء بتاعه او التحويل بتاعه بالتالي. اه هنا الساحب بتاعي لم يقوم بالتوقيع على اه المبلغ المستحق على نموذج التوقيع او على الشيك بتاعي. نمبر سيفن. دي مشكلة كبيرة. ان المبلغ بالارقام يختلف عن المبلغ بالحروف. ها? وبالتالي المبلغ بالارقام لو مختلف عن المبلغ بالحروف هيقوم البنك برفض الشيك. نمبر ايت. ذا اكس فيري. اف ذا ليجال باريود. انقضاء المدة القانونية. للتحصيل. اف ذا شيك طبعا لتحصيل الشيك. هو فيه ليجال باريود. يعني انا ممكن الشيك يفضل معايا مدة معينة على ما اقوم بالتحصيل. اروح حصلوا. البنك يرفضوا عشان صلاحية الشيك انتهت. ايوة. ادي ايه يا مستر صلاحية الشيك? سيكس منفز فرام ذا ديت اف رايتنج. يبقى بعد مضي ست شهور من التاريخ الموجود لتحرير الشيك بيتم انقضاء وانتهاء صلاحية الشيك. يبقى صلاحية الشيك ادي ايا شباب. ست شهور من تاريخ تحرير الشيك. النوع التاني من الشيكات. ايوة. ايه هو بتاع البنك الشيك. ات از اشيك. هو شيك اشد باي بيتم اصداره بواسطة البنك الساحب. الله من شوية الشيك العادي كان بيصدره شخص. ايوة. ده الشيك ده بقى بيصدره بانك. هو طبعا البنك بيتم اصدار الشيك ده بناء على طلب من الساحب الاصلي. لمصلحة او لصالح المستفيد. اذا الشيك العادي فيه شخصين. ركز في الجاي. جزء اللي جاي مهم جدا. الشيك العادي فيه شخصين. فيه الساحب شخص. والمستفيد شخص. مين الوحيد اللي كان بنك? كان دروي. الطرف الوصير. كان بنك. الشيك المصرفي او البنك شيك. لا. البنك شيك فيه بنكين. اطرافه فيها بنكين. وشخص واحد. البنك الساحب. والبنك المسحوب عليه. والمستفيد هو الوحيد اللي شخص. نخلي بالنا من ملحوظة صغيرة. نخلي بالنا منها كويس. في واحد لازم يكون شخص. انا عندي الطلت اطراف بتعشيك هم مين? دروي. ساحب دروي. المسحوب عليه. البايي هو المستفيد. اولا الدروي ممكن يكون شخص. ممكن يكون بنك. امتى الدروي بيبقى شخص? ازا كان الشيك شيك عادي. امتى الدروي بيبقى بنك? لو كان الشيك شيك مصرفي. طب دروي دايما بنك. يبقى الدروي is always a bank. لا ده لازم يكون شخص. بايي is always a person. كويس كده. الكلام ده كلام مهم جدا. يبقى انا عندي النوعين من الشيكات. الشيك العادي personal شيك. الشيك المصرفي او البانك شيك. الشيك العادي او personal شيك. ها? طلت اطراف. فيه شخصين وبانك. الاول والاخير. شخص. والدروي بانك. طب والشيك المصرفي او البانك شيك. فيه بنكين وشخص. اول طرفين بنوك والتالت. هو الشخص او المستفيد. لازم نخلي بالنا من الكلام ده كويس جدا. نبدأ نبص تاني على الديفينيشن اف ذا بانك شيك. بسرعة كده. it is a شيك. issued by the drawer bank. add the request of the drawer for the benefit of the pay. نبدأ نبص على طول. طبعا ده البانك شيك. دروي بانك. تمام كده? يبقى انا عندي هنا. دروي طبعا بيبقى بنك الشخص المسحوب عليه. بنك الشخص طبعا اللي هو الساحب. بنك الساحب هو دروي. دروي it is a drawer bank. ها? of the issues ذا ذا شيك. and signs it. البانك المسحوب عليه هو طبعا الشخص اللي بيبدأ انه هو يتصرف منه الشيك بتاعي. نبص تاني على دروي. هي is a claim of دروي بانك. يبقى دروي بانك هو الساحب هنا بيكون بنك. دروي it is a drawer bank. يبقى هو البانك بتاع الشخص الساحب هو اللي هيتصرف منه اه الشيك. تمام كده? اشد. ها? اشد. ذا اه شيك and signs it. وبيقوم كمان بالتوقيع عليه. اللي هو المستفيد. it is a person. هو شخص. who receives the amount of the bank sheik. طبعا الشخص اللي بيقبض الشيك هو الشخص المستفيد. نبدأ model of bank sheik. model of bank sheik. يلا يا شباب. اول حاجة بنبدأ اسم البانك والفضع. على اقصى اليسار. اصاده نفس البيانات يا مستر. sheik number date account number. ده رقم الحساب. رقم الشيك date. بعد كده في كلمة مميزة جدا مش موجودة في الشيك العادي. كلمة not negotiable. ها? not negotiable يعني غير قابل للتداول. غير قابل للتداول يعني مش زيه زي الشيك العادي. بيتم تداوله بالطرق العادية. ده شيك مصرفي. او bank sheik. في الوسطى عادي نفس الكلمة كلمة sheik. pay two نفس الكلمة. the sum of. نفس الجملة اللي فاتت. الجملة الجديدة as request. ودي بيتحط بعدها اسم. اتدور. تمام كده? هنا فيه توقيعين accountant. ده المحاسب اللي موجود في البنك. والمانجر او مدير البنك. طبعا ما ننساش المبلغ او. نبص على بتاعنا. لديك المعلومات الاتية. اتدور. اتدور. سعيد سامي. ده الشخص الساحب اللي هيطلب من بنك. هيطلب من بنك انه يدي له شيك بمبلغ محدد عشان يسد بيه الدين اللي عليه. دروي. دروي. الكس بانك. اسم البنك. فيصل جيزة. ده اسم البنك وطبعا الفرع. اكاونتنت. ده اه المحاسب اه بتاع البنك. الي. والكود بتاعه موجود جنبه. مانجر. ده المدير مهي. والكود بتاعه في التوقيع موجود برضه جنبه بالزبط. بايي. مين هو المستفيد? المستفيد كامبيو مي كامباني. ده اسم شركة. ففتي وان ريفر ستريت بنها. عنوان كمان. سام المبلغ سيكس تاوزن ايجيبشان باوند. ديت تونتي وان ثري تونتي تونتي وان. مطلوب مني ذا بانك شيك. نبص كده يا شباب. نبص كده هنا. هنا موجود ايه? موجود اليكس بانك. هنا موجود. اليكس بانك. اسم البانك. المسحوب علي. فيصل جيزة. ده طبعا الفرع اه بتاع البانك. ديت تونتي وان ثري تونتي تونتي وان. شيك نمبر. ده رقم الشيك. اكاونت نمبر. ده رقم الحساب. وهنا مكتوب طبعا جملة نوت نجوشيبل. يعني غير قابل للتداول. باي تو بنحط بعدها اسم المستفيد كامبيو مي كامباني. اور اردر. ده اسم المستفيد. the sum of. تفقية المبلغ. six thousand ايجيبشيان باوند. as request. هنا بنحط اسم الساحب. سعيد. سامي. ده اسم الساحب. وفيه توقيعين في نهاية الشيك. الي. طبعا. اه ده اسم الاكاونتنت. مانجر. واسم المدير مهي. واضح ان انا عندي هنا اه طبعا. التوقيع مش للساحب الاصلي. التوقيع لاشخاص مسؤولين عن حسابات وادارة البنك. لان الشيك مش شيك عادي. العميل ما معهوش دفتر شيكات. العميل اشترى الشيك من بنك عشان يبدأ ان هو يسد الدين المستحق عليه. وده كان الاختلاف بين الشيك العادي والشيك المصرفي او البانك شيك. الوسيلة التانية من وسائل الاستداد بعد الشيكات والكاش ريسيت. دي وسائل السداد الاجل او طبعا استداد بالاجل ان انا اسد المبلغ بعد مدة معينة مش في نفس الوقت. اول حاجة بنتكلم عليها بيل اوف اكس تشينج. بي اي. بتاعها. نبص على الديفينيشن. ديفينيشن it is unconditional order. هو امر غير مشروط. from the drawer. من الساحب. to the drawer. للمسحوب عليه. to pay a certain amount. بدفع مبلغ محدد. to the payee. للمستفيد. at site. عند الاطلاع. or at fixed date. او في تاريخ محدد. or after a certain period. او بعد مضي مدة محددة. تمام. نبص على. نبص على بارتز اوف بي اي. عند ال drawer. ساحب. دروي اللي هو الباير والبي اللي هو المستفيد. ده الموديل اوف بي اي. نبص على الاكزامبل بسرعة. دروي اسلام حسن. 55 محور سكوير كايرو. payee او المستفيد. سليم صابر والداني العنوان بتاعه. باقي البيانات. المبلغ. عشر تلاف. acceptance date. تاريخ القبول. يوم تمانية اربعة. value received in goods. درون date. يوم خمسة اربعة. وديو date او تاريخ الاستحقاق. 90 days after date. نبص على ال bill of exchange. النمبر موجود. اصغر تاريخ نحطه في اول حاجة. يوم خمسة اربعة. الاستحقاق بعد تسعين يوم. ده من التمرين. 90 days after date. bill of exchange. pay to the order of. بنحط اسم المستفيد او payee سليم صابر. the sum of. بنفقط المبلغ. only ten thousand Egyptian pounds. value received. القيمة وصلتنا in goods. طبعا value received دي كلمة سابتة ولازم نكتب كلمة in goods. تو بنحط اسم المستفيد. اسلام. حسن بالعنوان. العنوان مهم هنا. كلمة acceptance بنقل فيها نفس المستفيد. اسلام حسن. بالتاريخ الاكبر. يوم تمانية اربعة. عشرين. واحد وعشرين. بيمضي تحت الدروور او الساحب سندس محمد. ده بيانات البي اي بسرعة كده. عشان وقت الحلقة بتاعتنا. اه شارف على الانتهاء. وبالتالي نبص على البي اي ونرجعها كويس. بياناتها. الكلام اللي باللون الاورنج. كلام سابت. باقي البيانات انا بجيبها من التمرين. على حسب الموضل اف بي اي. كده اتكلمنا النهاردة. عن وسائل للسداد النقضي. الوسيلة التانية كانت. الشيكات. واخدنا نوعين للشيك. ها? personal sheik and bank sheik. الشيك المصرفي والشيك العادي. واخدنا اول وسيلة من وسائل السداد الاجل. هي البل اوف اكس تشينج او كنبيالة. نخلي بالنا. لما تاجر بييجي يا اخو الدين مستحق على تاجر تاني. استحقاقه بعد مدة معينة. ما بيكتبش وصل امانة. عشان في واحد دايما بيقول لي يا مستر بيكتب وصل امانة. ما فيش تاجر بيتعامل مع تاجر بوصل امانة. التاجر بيتعامل مع التاجر التاني بورقة تجارية. الورقة التجارية اما شيك اما وسيلة من وسائل السداد الاجل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اللي هي الكنبيالة. هيتفضل لنا او السند الازني من وسائل السداد الاجل وبالتالي ان شاء الله هنتناولها في منهج الشهر القادم. دي كانت اخر حاجة تناولناها النهاردة. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. والى اللقاء في الحلقة القادمة بامر الله.